افتتحت الهيئة المصرية العامة لكتاب معرض رأس البر للكتاب من الثامن حتى السابع عشر من أغسطس الجاري بمحافظة دمياط يقام على هامش المعرض عدد من الفعليات الثقافية والعروض الفنية وبرنامج الورش الفنية المتنوع للأطفال بمشاركة مبدعي محافظة دمياط ده واحد من المعارض الصيفية اللي بتقيمها لها المصرية العامة للكتاب وده اهتمام من وزارة الثقافة المصرية بنشر ثقافة القراءة وتعزيزها ووجودها بين عموم الشعب المصري فترة الصيف بتشهد إقبال كبير جدا على المدن الساحلية والمصرفية ومن أهمها طبعا مدينة رأس البر ولذلك هناك حرص أن يكون هذا المعرض متطور هذا المعرض هذا العام يضم العديد من دور النشر الخاصة بالإضافة إلى جهات النشر على وزارة الثقافة هالمصرية العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة وده الكتب الوثاكة القوامية المركز القومي للترجمة المجلسة العلى للثقافة معانا في مكتبات مصر المتنقلة معانا مكتبتين متنقلتين المكتبات دي تابعة لمنزومة مكتبات مصر بدمياط إن شاء الكريم أنا مجموعة من أنشطة متنوعة على مدار خلال المعرض بإذن الله يوميا هننتظركم يوميا من بعد الساعة 8 بإذن الله موجودين عندنا أنشطة متنوعة رسمة على الوش عندنا كتب متنوعة داخل المكتبة إحنا كل سنة موجودين في راس البر مش أول مرة نشارك بنبقى طبعا مبسوطين إن إحنا جايين راس البر ومعرض كمان وزاري وتابعة الهائة العامة للكتاب والمحافظة طبعا التأسيلات اللي بتسهلها علينا بس كل ما ده طبعا فيه تطور باللاحظ أن فيه تنظيم أكتر وفيه يعني طبعا نسبة الأجبال إحنا لسه النهاردة أول يوم نتمنى أنها تبقى يعني زي كل سنة أو أزيد شوية إحنا هنا نشاط طفل طبعا هي المصرية العامة لكتاب وهي ورش مجانية تماما بيجينا الأطفال من أعمار من سنتين أو أقل كمان لحد ممكن كبار شباب أي أعمار من سنة حتى مين سنة المعرض كويس جدا جيت السنة دي وجيت السنة اللي فاتت فيه كل الحاجات اللي هي ممكن الواحد يحتاجها من كتب أطفال روايات بالنسبة للأسعار فيه كل الرنجات بتاع الأسعار يعني أول مرة أدخل المعرض هنا صراحة بس بجد حاجات متوفرة جميلة يعني ما شاء الله متوفر من الصغيرين للكبار يعني أسعار صراحة كلها يعني مفتناول الجميع بجد